شكلت الإيرادات النفطية نحو 95% من إيرادات الموازنة في العراق خلال السنوات السابقة باعتباره أحد الدول المنتجة والمصدرة للنفط والتي تعتمد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية في تكوين الدخل القومي وضع العراق هذا جعله تابعاً في اقتصاده للاقتصاد العالمي وتداعيات أزماته المتكررة وجعل موازنته العامة تتأثر بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط كما حدث مؤخراً بانخفاضها بشكل كبير غير مسبوك خبراء في الاقتصاد يرون أن العراق سيبقى في ظل هبوط أسعار النفط يتلقى الضربات والهزات الاقتصادية لعدم قدرته بأقل تقدير على تغطية الموازنة التشغيلية لعام 2020 وهو ما سيضطره إلى البحث عن دائنين للاقتراض من الخارج أو الداخل رغم تأثيراته السلبية ويرى الخبراء أن تواصل هبوط أسعار النفط عالمياً سيؤدي حتماً إلى فوضى اقتصادية وسياسية لا تحمد عقباها وانكماش في معدد الطلب على النفط وفائض بتنافس الدول المصدرة لا سيما أن العالم يعيش حالة ركود في كافة المجالات بسبب جائحة فيروس كورونا خسائر العراق من انخفاض أسعار النفط يرى الخبراء أنها ستحرمه من إمكانية تعويض ما فقده حيث أن موازنته عام 2020 حسبت على سعر 56 دولاراً لبرميل النفط الأمر الذي يعني انخفاضاً كبيراً في إراداته النفطية قد تصل إلى عشرات المليارات ما سيؤثر بشكل كبير على توفير الرواتب والخدمات والأدوية والأغذية ويؤدي لركود الصناعة مع الأخذ بعين الاعتبار أن اقتصاد العراقي يعاني أصلاً بكل قطاعاته من انهيار تنموي استثماري كما أن الاحتياطي لدى العراق يبلغ نحو 30 مليار دولار أكثر من نصفه مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية ويعتبر اللجوء إلى ما هو متبق من احتياطي مالي مجازفة خطيرة لما لذلك من تأثير على سعر الدينار مقابل الدولار الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فوضى عارمة داخل الأسواق المحلية